يعني عفوا بس خلنا نكون شفاف لأجل الوطن و لأجل فعلا أنه عندنا قطاع غيرا و قطاع هام و هميته في الجانب الاتصالي و التسويقي و إيصال الرسالة و صناعة الصورة الموضوع كان حتى رافض اقتصادي مليارات قاعدة تأتي من قطاع الإعلان و الدعاية و التسويق و كانت تدار من ما فيه مسيطرة عليها من جنسية عربية محددة و بس عندنا بالخليج يمكن كله و بالمنطقة ككل كان أحدهم يقول لا تخلونا السعدان السعدان يدخلون في المنافسة في هالكطاع لهم السعوديين طبعا يعني السعدان معروفش مقصود فيها يعني كان فيه محاربة فعلا الآن الوضع تحس أنه معلش يعني كنا نايمين بس استيطاظنا و ترى الأمور تغيرت نعم أنا أعتقد أنه الآن بدأت تتغير الأرقام بدأت أن نرى كثير من شركات السوشال ميديا أو شركات الأعلام شركات حتى الكرييتف اللي هي شركات الإبداع شركات سعودية 100% في نسبة يمكن الميديا باينج إلى حد كبير الميديا باينج في و تفضحها الناس شعلي و تشيء الميديا باينج اللي هي الأعلانات المدفوعة الأعلانات المدفوعة في قطاع التلفزيون والراديو تحديدا يمكن هي اللي عليها السيطرة أكبر لكن لما ننظر إلى قطاع مثلا السوشال ميديا التواصل الاجتماعي بشكل كبير نجد أنه الآن الشركات السعودية هي الأقدر و الأفضل حتى منافسة مع شركات عالمية في التسويق أنا أعتقد أنه ما كنا نتحدث عنه في الماضي و ما كنا نشتكي منه في الماضي أصبح ماضيا و أعتقد أنه الآن فرصة السعوديين للدخول في هذا القطاع و رأيناهم بدأوا يدخلوا في هذا القطاع و بدأنا نرى لمساتهم و إبداعاتهم